هجوم جديد في شبوى على أنبوب نقل الغاز الطبيعي المسال سبقه هجوم على أنبوب للنفط الخام كلاهما يهددان بتصعيد خطير للأمور في محافظة شبوى فقد فجر مسلحون مجهولون الأربعاء خط نقل الغاز الطبيعي المسال الممتد من مدينة صافر بمحافظة مارب وحتى منطقة بلحاف في شبوى على بحر العرب الاعتداء وقع عند الكيلو 287 بين المحطتين التاسعة والعاشرة بمدرية رضوم جنوب مدينة عتاق عاصمة محافظة شبوى وهي منطقة تسيطر عليها ما تسمى النخبة الشبوانية وذلك بعد يومين من اعتداء مماثل تعرض له أنبوب نقل النفط الخام إلى ميناء النشيمة في منطقة ماطر بالروضة تسبب في إيقاف ضخ النفط إلى الميناء محافظ محافظة شبوى محمد صالح بن عديو ندد في سلسلة تغريدات لا على تويتر بهذه الاعتداءات معتبرا أن تخريب أنبوب النفط رسالة واضحة لشبوى وإضرار بها واستهداف مباشر للمواطن ومصلحته وللمحافظة وتنميتها لأن حصة المحافظة من عائدات النفط يتم تحويلها إلى المشاريع التنموية في المحافظة لافتا في الوقت ذاته إلا أنه في اليوم الذي وقع فيه الاعتداء على أنبوب النفط تم فتح المظاريف لمشروع إعادة بناء جسر السلام ما يضع اعتداءات كهذه في سياق مخطط لخلق أجواء من غياب الأمن وإرسال رسائل توحي بغياب الأمن وتخويف الشركات الأجنبية ما يمثل إساءة بالغة لشبوى وأهلها محافظ شبوى وعلى خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة شدد على ضرورة إدماج مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية والعسكرية بالمحافظة وتوحيد جهودها من أجل تحقيق المزيد من عوامل الأمن والاستقرار في شبوى جاء ذلك خلال لقائه المرجعية القبلية للمحافظة ممثلة في رئيس الهيئة الشعبية بمحافظة شبوى الوزير السابق اللواء أحمد مساعد حسين وعض مجلس النواب الشيخ صالح بن فريد ونوه المحافظ بن عدو خلال هذا اللقاء بوحدة وصلابة مواقف المراجع القبلية وإجماعهم على الحفاظ على المحافظة وعلى خروجها من الأزمة بسلام دعوة المحافظة إلى إعادة دمج التشكيلات العسكرية والأمنية تبقي الباب مفتوحاً أمام استمرار الأزمة الأمنية وإمكانية تصعيدها إلى مواجهة مسلحة جديدة كتلك التي شهدتها مدينة عتق قبل ثمانية أيام في ظل ما يبدو أنه إصرار إماراتي على فرض نفوذ عسكري وأمني كامل على المنشآت النفطية في محافظة شبوى أبرز مظاهره والسيطرة المباشرة للقوات هذه الدولة على ميناء بالحافة أهم وأكبر منشأة لتسهيل وتصدير الغاز الطبيعي المسال في جنوب الجزيرة العربية